ورحمة الله وبركاته 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 وبركاته ورحمة الله 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 وبركاته 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 وعند مدخل هذه المدينة كان يوجد في لجانب الطريق أعمى يستطيعون أن العميان دائماً يطلبون مزاعة، يطلبون صباً هذا الأعمى سمع جلبة مضضاة يسوع صاعد مع تلاميذه ومع بعض من الشعب والرجلين فوقف وسأل ما هذا؟ يريد أن يستعلم ما هذه النجرة التي تمره بضبه؟ فقيل له إن يسوع المصري مار مع تلاميذه ومع بعض الشعب والرجلين وهو كان يعرف وكان سمع أن يسوع هو رجل مختبر ويعرف شيئاً من العد القديم لذلك وقف وصرف يا يسوع بن داود للحمد فهو يطلب الرحمن، يطلب المساعد وأنتم تعرفون أن هؤلاء الذين الأدباع والأسلام الذين يطبعون شخصية ما عندما يقولون هناك شيء معور في الطريق لن يبعدونه فالمتقدمون من هذه المسيرة، مسيرة يسوع أخذوا يسجرونه ويبعدونه عن الطريق ولكنه وقفت شمس وازداد صلاحاً يا يسوع بن داود الحمد لأن النفس الذي تتألم والتي تطلب رب يسوع لكي يسكب عليها الحنان والرحمة لا يمكن أن يقف في طريقها أي عاطفة وأي حاجز هم يجزرونه لكي يبعدونه وهو يتشمس ويصرخ يا ابن داود الحمد عند ذلك وقف الربي يسوع وقال لهم قدموه إلي وتقدم اللعمة وقف أمامه فقال الله رب يسوع ماذا تريد أن أصنع لك؟ سؤال بحسب أعامة الناس سؤال بايس هل يسأل اللعمة ماذا يريد؟ ولكن يسوع تقصر أن يسأله هذا سؤال لكي يسمع من فنه الطلب إلى اللقدر الوحيد فقال له يا رب أن أكثر ويريد أن يرى العمى أن يرى الكرم أن يرى يسوع أن يرى الناس الذين حوله لأن العمى كما تعرفون هو من الحواس الرئيسية عند الإنسان يا رب أن أكثر وحاس أن الرب يسوع يعرف القلوب والكلا ويعرف ماذا يدور في قلب هذا الأعمى من عواطف ومن شعور ومن حنان ويعرف أي فأنه قاص حياة مريرة قاسية لذلك وهو نبعي حنان قال له أكثر وحيث أن كلمة الله خالقة كما قلنا مراراً يقول للشيء كل فيكون فأكثر فوراً أن أعمى وأخذ المجد الله وطلعه هذا هو الشكر أدى له الرب يسوع عملاً مهماً فشكله وأراد أن يتبعه وأراد أن يصير له تلميزاً وأن يكرز بالمشارة كالتلميز هذا هو يا أحباء إنجيل اليوم إنجيل المحبة والحنان ورب يسوع هو نبع الحنان سكب عليه لأنه عرف أنه مستنير من الجازل سكب عليه النور من الخارج أي أنه فتح عينيه لكي يرى ويقصد يا أحباء إنجيل في رأس الكنيسة المقدسة وفي العادة نقيم تذكاراً وصلاةً في أي أحد من الشهر الأول من السنة المدنية أي في هذا كثير من الثاني نقيم صلاةً وذكاراً نقيم صلاةً لأن لهم أيات المرضى على هذه الكنيسة فهم أبناء هذه الكنيسة وهم الذين كانوا يحبونها ويقنمون لها تقديمات كثيرة وخاصةً أنهم رمّموا الأيكون الموجودة هناك في غرفة المعمودية رأيتون المحروقة إلى جانب هم الذين رمّموها وهذا الحناء وهذه المحبة التي كانت لهما لا تزال مستغلة في أولادهما هم الذين يحبون هذا الدين ولذلك نحن نرفع الصلاة إلى راحة نفسهما وأن يسكوا بابا ويسو عليهما دوراً بالكريم وأن يعطي أولادهما وأحبادهما الصحابة ويوانا العافية وأحبادهما ولذلك لبية شكرا